يا أهلا وسهلا فيكم اليوم إحنا محبوظين مرة لأننا بندوق أحلى تركش من يد رؤى يسعدك يا ندا والله يشوفي أنا اللي علمني على القهوة التركية ماما ما تشربها إلا من إيدي بصراحة فقلت اليوم خليني أدوقك قهوتي كيف كيف أسويها بس نخليها كده شوية تفور وبعدين بتشوفيها بأحلى وش أبشري بس تدي وشي مشكلة ما فيها سكر أنا أحب السكر لا أنا عشان أحافظ على لياقتك وعلى صحتك وتركيزنا اليوم في الحلقة من غير سكر لأنها بتكون أحيانا التي فينا الصحي يحبوها بسكر أو بسكر خفيف فنجربها اليوم من غير سكر إن ما عجبتك أبشري لا أنا أكد بتعجب نجربها من يدك الله يسعدك تدري أنه أنا لما أصحى من النوم دائما عيني تروح على منصة X وتوقع فيها كثير يعني مثلي يقرون الأخبار يشوفون أكثر شيء أمس لفتتني تغريدة للاستشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف كتب فيها بممعنى أنه جلوس مع الأشخاص اللي يحبون التباهي أو الاستعراض أو زي ما نقول إحنا بالعامية الهياط وما انتبهنا أن العيب موفينا فيهم هذا الشيء رح يقلل من قيمتنا ويعطينا شعور بأننا أقل وأضعف وأصغر من حقيقتنا وواقعنا ليش رأيك بكلامي يا رؤى؟ آه ما فهمت يعني مثلا لو أنت قابلت أشخاص متباهين أو يهايطون طيب طيب فأنت إش رأيك في الناس ليش يقعد معهم بالأساس؟ أنا ما أحب صراحة الأشخاص اللي مثلا شوفي قليلا أقول لك أنا طبعا فهم عليك ندا وأعرف أنه في ناس أحيانا يكونوا جلساء لناس ما يشبهوهم لأسباب كثير لكن اتفق تماما مع طبعا الدكتور محمد الدكتور محمد بصراحة أنا من الناس اللي كثير أحب أقرأه و أحب أسمع له ودائما يقرأ ما بين السطور ودائما يحط أصبعه على الجرح تماما ففي ناس كثير يلا هذه القهوة صارت جاهزة شوف عشان أوريك لما أقول لك إنها بوجه سقوط مظلة يلا أوريكم كلنا أصبر علي إجراءات السلامة في المطبخة هام الشيء بسم الله فكنت أقول لك أنه فعلا يعني تجلس مع ناس كيف الوش يا جماعة ماشاء الله مو بواضح بس عموما خلينا أرجع لي نفس الموضوع اللي كنا بنحكي فيه إجمالا لما تجلس مع ناس يكونوا ما يشبهوك أو يختلفوا عنك أو الناس اللي تحب دائما تكون تبين تتفاخر بالمظاهر اتهايط أنا أحاول شوي تجنب هذا المصرح بس هذا حقيقي للأسف يخليك دائما تقول ليش هما ليه مو أنا ليه هم عندهم ليه مو أنا يعني أنا أشوف أنه سبحان الله هذه الأرزاق موزعة في الدنيا بطريقة متفاوتة فبالتالي طبيعا نحن نكون مختلفين ليش أنا دائما أحاول أني أحس أقعد مع ناس يحسسوني بالنقص إذا كنت أنا ذكية وقعت مع ناس ما تكلم عن موضوع الهياط بس يكونوا أعلى مني في وظيفة في وضع اجتماعي في غيره إذا كنت أنا ذكية وأعرف كيف أخريم يستفزوني بشكل إيجابي ويعززوا الطموح اللي فيها كذا أنا صح ها كيف القهوة؟ ما شاء الله صراحة تغري تغري أنا ودي حين أشربها اشتركوا في القناة